المشاهدين معنا الممثلة نرمين محسن هلو سهلة فيك نرمين يا هلو والله رقية نورتينا عد بنجيب لك القهوة عسل لا تروح تسكي أنا قل لي ما قهواني ما في حسن الضيافة في النسبة أسبوع أنت أعلنت في السناب شات في السوشيال ميديا قبل فترة أنك أول سعودية مثلت في فيلم مصري صح؟ فيلم أو مسلسل مصري لا هو فيلم بس أنا بداية أحب طبعا نوجه لك تحية محبة لك والمتابعين MBC ولعلي وتغريد أكيد طبعا سعيدة جدا فهذه التجربة الفيلم المصري بالنسبة للفيلم المصري أنا ما أعرف أنا ما أحب دايما أنه أول أو ثاني أو ثاني أنا قلت أنه أنا رحت هناك بس قلتيها بمرحة أن أنا أول سعودية مثلت في فيلم مصري فإحنا بدت تجربة نفسها كيف كانت؟ أنا ما أذكر إذا قلت أول ولا مو أول لكن أنه الصحافة كررتها أنه الصحافة كتبتها وكررتها فقلت أنه أوكي يارب أنه يكون إنجاز جميل وأمانة هذا الفيلم معتزفي ومبسوطة وحاسة بإنجاز عربي حقيقي لأنه مصر محطة مهمة لكل فنان أكيد كل فنان عربي فعلا وتعلمت فيها الكثير وهذا الفيلم يحمل رسالة أكثر شيء شجعني أنه أنا لما أنتقل أطلع يعني من بره أجواء الفن السعودي أو الخليجي أو الخليجي إلى الفن المصري أنه أطلع بشيء فيه رسالة فعلا أنه شيء حقيقي مو أنه أنا قاعدة أنظر أقول كلمات لا لا فعلا للي يشوف الفيلم توصل رسالته وهذا كان أكثر شيء أنا عاجبه طب أحكينا شوي عن الفيلم لسه ما تم عرضه عندنا في السعودية صحيح أحكينا شوي عنه هو تم عرضه في مصر في صالات السلمة المصرية وتم الأفتتاح طبعا الفنانين جميعهم حضروا الأفتتاح وتحية محبة لهم أكيد بالنسبة للفيلم اسم الحوت الأزرق يتكلم عن الألعاب الإلكترونية ومخاطرها فعلا على هذا الجيل وممكن نمسناها بالواقع فعلا وفيه كثير عوائل أسف فقد وأحبه بسبب هذه الألعاب للأسف فأكيد من واجبنا إحنا إن كان أنت واجبكم كإعلاميين تحذروا وتنووا وتسلطوا الضوء وإحنا واجبنا كفنانين نجسد هذه الشخصيات على الواقع حتى توصل صحيح حتى تواجه عن رسالة إي حتى توصل يعني صوت صورة صح التأثير هيكون أسرع نرمين رحت جربت الدراما المصرية جربت الدراما السعودية والخليجية إش الشيء اللي في مصر نفتقده في الدراما عندنا أمانة رح أكون معاك عند كلم معاك شفافية ممكن اللي نفتقره هو وراء الكواليس إيش اللي وراء الكواليس هناك مثلاً جروب التصوير تلقي مثلاً مدير التصوير عنده مساعدين كثير مدير الإضاءة عنده مساعدين كثير مهندس الصوت عنده مساعدين كثير هذا مص موجود عندنا فبكثرة العدد وراء الكاميرا تلقي عدد مهول من يعني الجروب الفني فهذا الشيء شفت أنه شيء جميل سرعة هذا ما عندنا عندنا لكن الأعداد تكون محدودة يعني مش أنه هذيك الأعداد اللي تقولي عنها أنه كثيرة الأعداد محدودة يعني مثلاً أنه ممكن نكون مهندس الصوت مع ثنين مساعدين هناك ممكن أكثر 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 سيادة أي صحي كنت أجيئة أسرع إيه لأنه برضو يعني أن يلعب دور الموضوع أن الفن يعتبر الآن من التراث المصري فعندهم أكيد يعني أن العجلة تدوره ممكن بطريقة مختلفة والآن أنا طبعاً فخورة وسعيدة جداً الفن السعودي اللي وصله الفن السعودي في سنوات قليلة صحيح إيش آخر عمل السعودي شفتي وتمنيت أنك أنت تكون مشاركة في العمل والله أمانة أنا كنت في يعني العصوف أنا كنت في بس ما شفتي شي بعد جاء فيلم أو مسلسل وتمنيت أنت تكوني متواجدة فيه والله لفتك أحاول أني أتذكر لكنه في أعمال جداً جميلة في أعمال شبابية أنا اللي قاعدة أشوفها الآن ما شاء الله الأعمال الشبابية قاعدة تنجح ولها صدع عنده الجمهور صحيح والناس قاعد تقبلها وغير كذا حلو لما تشوفي برضو الشباب والبنات اللي قاعدين يطلعوا يعني أنه من من عالم السوشيال ميديا ممكن أكثرهم كان في السوشيال ميديا من عالم السوشيال ميديا إلى التلفزيون بطريقة مرة حلوة أصلاً شيء كثير حلوة أول كنا نجيب الناس من برع عشان يساولون المسلسلات والأفلام الآن صاروا أولادنا وبناتنا هما اللي بيسوها فخلينا في الشهرة أنا أبغى أسألك لو أنت مومة شهورة كان أخترت شيء ثاني؟ ممكن كان أخترت شيء ثاني؟ شماتاً أنا صغيرة كنت جداً أقدر مهنة المراسل الصحفي في البلاد المنكوبة فإلى الآن أشوفها مهنة عظيمة شوفي نفسك فيها مهنة عظيمة جداً يعني درجة أنه أنا صغيرة صابت رجلي أنا كنت أقلد مراسل الصحفي في بلد منكوب كان في حرب وكذا طبعاً مهنة الطب وهذه المهنة أنا أشوفها من المهنة العظيمة جداً ممكن كنت أشوف نفسي فيها لأنه فيه داخل يعني شغف اتجاههم ونظرة احترام ومحبة لهذه المهن طيب إيش إيجابيات سلبيات الشهرة في نظرك لك يا أمتي نرمين؟ إيجابياتها أو أنه مثلاً الفن بشكل عام أنا دخلت عن محبة دخلت عن شغف دخلت عن شيء داخلي أشوفها أشوفها على الواقع كنت يعني شيء خلاص أنه مثلاً إنه مثلاً إنه يكون عندك حلم من صغرك أنت تتمني تتحقق وسعلاً تتحقق هذا الشيء فتعبت كثير أمانة أنه حتى أوصل لحلمي مو شيء السهل لم تقدمني الفرصة على طبق من ذهبة وطبق من فضة كنت ممكن من أنصاف الفرص أحاول أني أصنع فرصة فكان هذا التحدي الصعب إنه كيف من نصف فرصة تصنع فرصة وهذا هو الشخص المبدع واللي يوصل؟ فعلاً يعني هو مو بشيء سهل إيجابياتها أنه أنت تحقق وتشوف حلمك على الواقع يعني تحسي بشعور جداً جميل سلبيات الشهرة ممكن تجي إنها أن دائماً تكون محط إشاعات محطة كلام أو أقاويل أو أكاذيب بالأقاويل والأكاذيب والإشاعات نرمين كيف تتعامل معها؟ أنا دائماً ما أرد دائماً أن أجاهل تتجاهلين الموضوع؟ دائماً أجاهلين بس لكن كنت أتكلم عن هذا الموضوع أنه برضو الآن التكنولوجيا ساهمت بأنه كثرة الإشاعات ينتشر أصلاً أسرع صحيح عندك مثلاً عادي جداً يفبركوا محادثة عادي جداً يفبركوا مكالمة عادي جداً يفبركوا أي شيء عليك صحيح الوضع مخيف هذا كله يكون عالم غير حقيقي عالم وهمي فما تعرف من وراء هذا الشيء طبعاً الجمهور صار واعي الآن ويعرف أنه أحياناً ممكن يكون هذا المشهور مستقصد من البعض يعني ف... صارواً يفهمون هالأشياء جداً أنا جداً مبسوطة من هذا الشيء أن الجمهور خلاص أنه هذه الأشياء مع التعدل أنها صارت واعية صارت رعف أنه في برامج تقدر تسوي هذا الشيء وأن المشهور حان يكون هو الضحية لأنه عليه الأضواء صحيح طب خلينا نختم اللقاء بسؤال شخصي أنت قبل وقت قلتي أني أنا ضد فكرة الزواج تغير شيء في هذه الفكرة ولا لسه باقي نفسها أمانة أن أول دائماً أقول كلمة أحد سألني أنت بتتزوجين ولا لا حتى أنه مثلاً أنت قد مريت بعلاقة حب طيب أنه لا 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 أنه عندي شوية خوف من هذا الموضوع طيب يسهل الحين فيما بعد قلت طيب هذا الموضوع مثلاً أنا ليه أحكم أعلم بدون ما أنا مثلاً أخذ تجربة أنه هل ممكن يكون فعلاً أنه هذا الشيء سلبي أو إيجابي في حياتي وأنا ما قد جرّب ما عندك فكرة يعني زي لما أحكم على الأحد وأنا ما أعرفه هنا هنا صعب الموضوع فهو بشكل عام صار في تجربة ولا لسه؟ ما قد صار لسه ما صارت ما لقيت الشخص المناسب بس فكريم في فكرة ولا ما فكرة الفكرة ممكن أتقبلها أنه الأفكار تتغير مع السنوات أنه ممكن أنه أنا ما أحكم على شيء إلين يعني يخوض التجربة في حياتي صحيح مبدئياً أنت خلاص تفك شوية عن هالفكرة يعني نقول عسانة جاية مبروكة يمكن ماد إنساء الله نتمنى لك يتوفيق نرمي يا حبيب شكراً لك وزودك معنا شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك